أهلا بحضراتكم طبعا فيلم اليوم السادس من الأفلام المهمة جدا اللي اتكلمت عن داء الطعون هي القصة هنا اللي بتعنينا أكثر في حكايات من التراث ولأنها المؤلفة أندريا جديد والحقيقة أندريا جديد هي لها مشوار أدبي عظيم وبتكتب أشعار لها الرماد المعتق عن 1952 وجوناسان 55 واليوم السادس كتبته سنة 1960 وهي لها أعمال شعرية نصوص لوجه نصوص للقصيدة نصوص للأرض الحبيبة وحصلت على عدة جوائز لويز لا بي جائزة النصر الزهبي للشعر الجائزة الكبرى للأدب الفرنسي من الأكاديمية الملكية ببلجيكا جائزة أفريقيا المتوسطة تاريخ مهم جدا ولكنها كانت مميزة جدا في فكرة التناول الأدبي لفكرة الأوبئة أو لداء الكوليرا وحولها المخرج العالمي يوسف شهين إلى هذا الفيلم بأعيد الترحيب بالأستاذ أسامة الحداد من أين نواصل حوارنا حول هذا التناول الأدبي والثقافي سراماجو أيضا تحدث عن العميان العمى وكنا نتحدث قبل الفاصل عن المشهد الأخير نعم هي رواية انخطاعات الموت والسؤال الوجودي ماذا لو اعتزل الموت أو اختفى كيف سيكون الأمر الجميع في القصر الملكي ينتظرون وفاة الملك الأم هناك العشرات من مماته كلينيجيا وليحتاجون إلى أجهزة لأن الموت ليس موجودا فالحياة هنا كان من الواضح الخطاب الروائي أن الحياة لا تأتي إلا بموجود الموت ولا تتجدد إلا من خلاله ده في رواية؟ ده في رواية انخطاعات الموت رواية نفسي تيمة رواية العمى وإن كانت العمى أكثر اتساعا وأكثر كابوسية فكرة الكابوسية كانت واضحة وموجهة الحضارة الحديثة ومسوقها وعجزها وكشف سلبيتها كانت رسالة صادمة للمتلقي وعنيفة أيضا بالنسبة لأندريا شديد أندريا شديد واحدة من الأدباء الفرنكوفونيين العرب هي طبعا من أصل لبناني لكن ولدت في مصر وعاشت فترة كبيرة بها وعرفناها كشعرة قبل أن يظهر عدة روايات أهمها في الحقيقة اليوم السادس وكانت شخصية السيدة التي تأخذ الطفل شخصية من الشخصيات التي لا يمكن للقارئ أن ينسى تظل علاقة في ذهنه هي تحمل الطفل وتهرب به خوفا من الوباء وتنتقل من بلدة إلى أخرى بعيدا عن هذا الوباء وكأنها الملاك الحارس الذي يحاول إنقاذ المستقبل وإنقاذ الأمل في الحياة أي الأعمال الأخرى التي تراها كانت رائعة في تناولها للأوبئة في صيغة ثقافية أدبية مبدعة؟ بالتأكيد سيكون نجيب محفوظ نجيب محفوظ؟ بالطبع نجيب محفوظ حرفيش كان هناك في بداية الحرفيش مشهد يصور حالة التعاون بالفعل نعم نجيب ابن القاهرة الفاطمية والقاهرة الفاطمية عرفت الكثير من الأوبئة وكيف نجى مصر أو نجت القاهرة من هذا الوباء والسمرات هنا يتنجو من خلال الناج الكبير عشور الناج الذي يهرب إلى الجبل ويعود إلى الحارة بعد اختفاء الوباء هذا كأنه طائر الفنيق يخرج من تحت الرمض أو العنخاء عند العرب فهنا عاد ليوسس الحارة ويبدأ العالم تبدأ الحياة من جديد وكان الحياة متجددة ومتطورة ومستمرة لا تنتهي ولا يستطيع وباء أن يواجهها نعم صحيح نجيب في أعمال أخرى أيضا كان يتحدث عن الوباء لكن نجيب حتى في الحرفيش الوباء يحتل مساحة من النص وهذا يذكرني أستاذ أسامة الحداد بالحب في زمن الكوليرا لمركز حيث استخدم الكوليرا هنا كانت خداع يعني السيدة التي عمرها سبعين عاما والتي أحبت هذا الرجل أيضا المسن على ظهر السفينة النهرية يقرر أن الاختلاء ببعضهما وينشر إشاعة أن هناك كوليرا لكي يلحق ما تبقى من عمرهما في حالة حب يعني كانت خلفية الكوليرا هنا ليست كانت إطار كانت إطار خارج القصة الأساسية وهو قدرة الإنسان على الحب وتمشكه بالحياة نعم نعم أيضا من الأفلام السينمائية النادرة في تاريخ السينما المصرية صراع الأبطال للمخرج الكبير توفيق صالح وهي قصة تدور حول طبيب هو يلعب الدور شكر سرحان ويحاول إنقاذ القرية من داء الكوليرا ويواجه بالتخلف والجهل ومحاولة محاربته هو لأنه يعني أصر أن يخرج جثة ليجري لها تحليلا حتى يتأكد من وجود الطعون فاعتبره هذا يعني خروجا على التقاليد والعرف هو ارتباط الطب في بداية وجوده بالمعابد وبالسحر حتى كانت البرضيات المصرية القديمة كانت منها برضية لندن لندن وبرضية لايذين السحرية كانوا دائما كان هناك ارتباط بين الطب والسحر والحكمة مع تراجع الحضارة المصرية القديمة وانتهاء دور الحياة هذه الفكرة ظلت مسيطرة فكرة أن ارتباط الطب بالسحر وتحول السحر من فعل الحكمة والعلم المقصورة على الكهنة إلا أن هناك ألعاب دجل وشعوزة وبالتالي وجود العلم بيكون هناك صراع بينهم هذا الصراع بين العلم والخرافة مستمر كان موجود في قنديل بن ياشم قنديل بن يحيى حقي كان موجود طبعا في فيلم صراع الأبطال من المخرج الكبير توفيق صالح وهو صراع طويل ما بين كان هنا في مصر كان يبدو هادئا لكنه في العصور الوسطى في أوروبا كان واضحا بشكل كبير وكانوا بيعتبروا أن الكيميائي الرجل فاسد وسحر ومحكم التفتيش بيعتبروا النظريات الفلكية من السحر نعم طبعا هذا الصراع متواصل يمكن حتى الصراع بين المتمسكين بما هو قديمه بالسلفي في موجهة العلم يمكن موجودين شفنا خروج مظاهرة في الإسكندرية ضد الفيروس رغم أنها ضد طبيعة الأشياء سلوك عجيب ومرفوض يعني نحن نحارب الفيروس بالحظ الزاتي صحيح ومحاولة العمل السعي إلى النظافة الشخصية إلى البعد عن التجمعات إلى محاولة العزل الزاتي هنا هم بيحطموا كل هذا يمكن حتى لا أدري من أخرجهم يعني من أخرجهم التعون التعون ألبير كمي لم نتطرق كثيرا إليه يعني نود تفصيلات أكثر الطبيب في عند ألبير كامو هو بطل بيسارع من أجل الحياة ومن أجل السمرارها يمكن أنا كنت هتكلم عنه لأن دور الطبيب ومواجهته وصراعه طوال الوقت لإنخاذ البشرية مرتبط بتحيتنا طبعا للأطباء اللي بيعملوا في ظروف شديدة الخصوة في مواجهة هذا المرض ألبير كامو طبعا كان هناك حالة كابوسية شديدة مرتبطة بفكرة العبس عنده وكانت النهاية أيضا عبسية لأنه ابن هذه المنطقة وهو فيلسوف العبس في كتابه المهمة جدا سهرة السيزيف كان دائما ما تكون هذه الفكرة مسيطرة على نصوصه وعلى كتاباته في الطعون هو يواجه وباء نحن نشكر الآن لا نعاني منه يعني هذه الوباء من الأوباء التي اختفت مع الحضارة الحديثة لكن حل محله ما هو محله فيروسات جديدة وأمراض جديدة نستمر في موجهته لأن طبيعة الحياة هي الصراع الدائم مقوي محاولات التجدد وموجهة الحالة السلبية اللي هي الأوباء طيب سنذهب أيضا لفيلم من الأفلام اللي اتكلمت عن مرض السل وهو مرض خطير جدا ولكن يعني كان في فترة من الفترات أيضا وباء في العالم كله ولكن في فيلم من أفلامنا العربية الجميلة بيتناول هذا المرض وكيف يحرم الإنسان من الحب أيضا وليس فقط من الحياة وهو فيلم أيامنا الحلوة الحقيقة واحد من كلاسيكيات السينما المصرية الرائعة أيامنا الحلوة يمكن المشهد اللي عرضنا لحضراتكم من المشاهد المؤثرة جدا واللي اتعامل بحرافية عالية جدا ومازال راسخ في وجداننا عندما يعني البطلة تمسك بالستارة وتموت في وهي تنظر إلى نجوم السينما في وقتها عمر الشريف عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي بعيدة ترحيب الأستاذ يسامة الحداد الحقيقة الإنسان يعني في الحياة بيواجه أمراض وحروب وأوبئة وأشياء كثيرة جدا وعشان كده يمكن الأدب والفن كانوا بيحاولوا يعكسوا بعض مقاسي الإنسان أو مقاومته وإرادته في مواجهة هذه الإشكاليات والأمراض فكرة الحضور والغياب هي فكرة أساسية في الأدب لأنها بترصد التغيرات والتناقضات حتى التناقضات الحدية وبالتأكيد أن وجود وباء وغياب أشخاص بيحتروا في الزاكرة والتغيرات مؤثرة في الأدب يعني الأدب بعد سقوط حق برلين ليس كما كان قبله صحيح بعد الحرب العالمية التانية ليس كما كان قبلها في لدينا الآن نحن نرى أعمال أعمالا بعد الصورات الربيع العربي تختلف عن ما كان قبلها أيضا هذا الحدث الكوني الذي يراقبه العالم بأسره وينتشر في أنحاء القرية الصغيرة التي نعيش فوقها الكرة الأرضية بهذا الكم من الدول التي فيها إصابات بحظر التجول في دول كثيرة بمتابعة متابعة الناس في منازلهم لإحصاءات منظمة الصحة العالمية هذا حدث كوني بالتأكيد سيغير الكثير في الأدب وفي السينما في الفن التشكيلي لأن هذه التغيرات الحدية هي التي تعطي رافض جديد للأدب دائما من الحالة السلبية وتجاوزها بينتصر الإنسان وهذا الانتصار الإنسان هو انتصار للجمال وللقيم وللحياة صحيح تتوقع إنتاج أدبي يتناول هذا الفيروس وتأثيراته في المستقبل القريب ليس بشكل مباشر ولكنه سيظل علامة أو أفق دلالي مفتوح يكون موجود كإطار وممكن كخلفية هناك أشكال كثيرة لتناوله غير محدودة لأن دائما الحكي كحدث كوني بطرائق لا تنتهي غير محدودة وبالتالي نحن ننتظر تغير في التغيرات في الأدب وفي الفن عموما نعم هل في أشعارك تناولت بعض الأمراض أو الأوبئة في قصيدة شعرية مثلا؟ لا لكن تناولت فكرة الثورة الثورة وأحداثها أكثر هذا لنا هذا التغير ولكن بالتأكيد هيكون موجود ولكن بشكل خفي وخلفي ليس من المهم أن يكون مباشر يعني في زمن الممليك كان جمال الدين ابن نابعة الشعر المصري وقتها أكبر الشهير في زمن الممليك كان كتب الكثير عن الأوبئة التي كانت موجودة في زمنه اللي احنا كلمنا عنها في في مع القلون قلون لكن طبعا هذا الوصف وهذه التعبير الطبيعة الاستعارية للنص والتعبير الحسي اتراجع أمام أساليب متعددة داخل النص وأمام فكرة الرمزية يعني وأمام فكرة أن النص إطار والمشكوط عنه بيكون دائما هو الخطاب الأكثر أهمية نعم هل العمل الأدبي عندما يأخذ عنوان لمرض مثلا كما في رواية البركامي الطعون هل ده بيبقى يعني لصالح القراء أو بينفر القارئ فلا يقترب من الرواية أو العمل ربما لو كتب أحد غير البركامي صاحب الغريب رواية باسم الطعون لنفر منها الناس ولكن لأن كتبه هو البركام ونحن نعرف قدراته لذلك تقبلنا من هذا الاسم وبالطبع اسم عسير صحيح يعني تسمي عمل أدبي باسمه مرض يعني وإن كان يمثل صدمة للقارئ وكسو الأفخ توقعه في عنوان لوعة بتنص هناك لوحة شهيرة لوحة الصرخة إدفارد مونش بالصط ولوحة الكابوس فهناك أعمال كسيرة بتحمل أسماء تبدو قاسية هل يجب على الأدب أن يكون مستشرفا للمستقبل أم محللا للواقع بمعنى أن هؤلاء الأدباء وبإبداعاتهم كتبوا عن هذه الأوبئة والأمراض وحللوا إنعكاساتها أو قدموا لنا إنعكاساتها على الأفراد وهناك من كتب مستشرفا المستقبل هو يفترض أنه يقوم بالعملين لأن الكتابة في الأساس هي كتابة مستقبلية أنت تكتب قبل أن يمس زمن الكتابة سابق على زمن التلقية وبالتالي في الكتابة فعل مستقبلي دائما هناك حالة الاستشراف جزء من العمل الأدبي ولكن ده صور أن يكون هناك عمل أدبي دون استشراف ما نعم حتى لو كان استشراف خفي صحيح صحيح أيضا على بعض خطوة من الواقع ورصده وتشكيل وقع بديل ده في كل الأعمال الأدبية نعم الحقيقة إحنا حاولنا في هذه الفترة أو الفقرة أن إحنا نتناول محاولات الإنسان للإبداع لأن الإبداع في حد ذاته هو نوع من أنواع المقاومة للأوبئة نوع من أنواع استشراف المستقبل كما تفضل ضيفي الأستاذ أسامة الحداد الكتابة والإبداع وتحويل هذه الكتابة إلى أعمال فنية تعطي الأمان للإنسان بأنه قادر على تجاوز أزماته وكوارثه والإنسانية منذ بدء الخليقة معرضة للكثير من الكوارث الطبيعية منها الأوبئة، الزلازل، البراكين، الأمراض، الحروب هناك أشياء كثيرة أدباء كثر كتبوا عن فكرة الأوبئة في علاقتها بالقدر في علاقتها بالجانب الديني والأخلاقي وهناك من كتب مدينا لبعض أنواع السلطات الدكتاتورية التي تخفي هذه الأوبئة وهناك من يكتب عن الوباء في تأثيره على الإنسان البسيط الذي لم يتلقى تعليما إذن مواجهة أي وباء تتطلب إيمانا بقدرتنا على تجاوزه إيمانا بأننا سنحافظ على أنفسنا وعلى غيرنا باتباع التعليمات وباتباع المحظورات التي تقلل كثيرا من انتشار أي وباء في العالم الأدب مستشرف للمستقبل والأدب أيضا يستطيع أن يحلل لنا ظواهر وكوارث الأوبئة حفظكم الله من كل شر قاوموا واحتفظوا بكل التعليمات حافظوا عليها لحماية أولادكم وأسركم وأيضا لحماية كل من حولكم شكرا أستاذ أسامة الحداد شكرا فاتم أريد أن أقول نقطة صغيرة سريعا من فضل أن الفن بالفعل هو مقاومة لأن يرسخ وعي جمالي يواجه هذه البشاعة ويواجه هذه الأمراض ونسأل الله أن يحفظنا جميعا إن شاء الله سيحفظنا جميعا وأتمنى لكم كل الخير والسعادة كنت معكم في حكايات من التراث طارق عبد الفتاح إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله وأشكر فريق الإعداد والأستاذة منار فتح الباب وكل فريق العمل في البرنامج اليوم ترجمة نانسي قنقر